السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الوصفة والفيديو اللي جيب لكم اليوم هو الجلب الحبيب برقم الهاتف. نعم برقم هاتفيه سوف تجلبي وتجعليه خاتما في اصبعك. برقم هاتفيه سوف يأتي ويطلب السمح ويعتذر ولو كان بينكم فرق شهور وايام واعوام. يعني سبحان الله هاد الوصفة اعطيتها الكثير من الزبونة وجربت الكثير من الزبونة وعطت ناتجاتها في مدة قصيرة. يعني سبحان الله كل من جربت هذه الوصفة تلاحط ناتجاته تلاحط الفرق في مدة قصيرة. يعني كل من جربتها كل ما يعطيت هذه الوصفة يعني إلا ولاحظت الفرق في مدة قصرة وكل من قمت له بهذه الوصفة إلا ولاحظت الفرق ولاحظت ناتجة مدة قصرة. يعني سبحان الله وصفة معججة وتعطي ناتجات مدة قصرة. وهذه الوصفة سوف تجعله خاتما في أصبعك. نعم خاتما في أصبعك. يأتي يعتذر يطلب السماح تعود المياه لمجاله ولو كان بينكم فرق أعوام وشهور وأيام يتصل يتصل ويأتي وهو نادم نادما على فرقك. يعني سبحان الله وصفة معججة وكل من جربته لاحظت الفرق في مدة قصرة. وإذا كان هذا الانسان هو حبيبك بهذه الوصفة سوف تجلبيه وتجعله خاتما في أصبعك. وإذا كان هذا الانسان هو طليقك بهذه الوصفة سوف تعود المياه لمجاله ويأتي لباب بيته أهليكم ويعتذر ويطلب السماح وتعود المياه لمجاله. وإذا كان هذا الانسان زوجك يعني بهذه الوصفة سوف يعني يتغير كل يند. سبحان الله إذا كانت بينكم يعني معاملة غير جيدة يعني وكان لا يحترم كل معاملة جيدة يعني ليس بينكم حب ليس بينكم مودة. بهذه الوصفة سوف يأتي ويطلب السماح ويعتذر يعني وتكون بينكم محبة ومودة ولو يذهب فقط للعمل يأتي في المساء وهو كل حنين كل شيء كل محبة كل مودة يعني سبحان الله وصفة معجزة وتعطي نتجاته في مدة قصرة وهي سهلة 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 جدا كل ما سنحتاجها وهو ورقة ورقة مثل هذه ثم قلم ثم الحناء حناء يعني الحناء مخلوطة بماء الزهر حتى تصبح يعني عجين مثل هكذا قلم الحناء تخليط بماء الزهر حتى يصبح عجين على هذا الشكل. ثم الفحم ثم الفحم ثم تتأخذين الفحم هذا هو الفحم تأخذين الفحم هكذا. اول شيء سوف تقومن به هو انك سوف تكتبين ما سأمل عليك الان بالحرف ما سأمل عليك الان بالحرف سوف تكتبين انا فلانة بنت فلانة جلبتك يا فلان ابن فلانة يعني هنا ستكتبين اسمك واسم امك. انا فلانة بنت فلانة. جالبتك يا فلان ابن فلانة. وهنا اسمه واسم امي. اذا لم يتوفر معك اسم امي سوف تكتبين مكان اسم امي حواء. يعني فلان ابن حواء. انا فلانة بنت فلانة جالبتك يا فلان ابن حواء. يعني مكان اسم امي حواء. ثم تعودين للسطر وتكتبين. جالبتك جالبتك بارقام الهواتف. لو ما تتصل في قلبك تضرب عواصف. جلبتك بارقام الهواتف لو ما تتصل في قلبك تضرب عواصف. يعني جلبته بارقام الهواتف واذا ما اتصل في قلبه تضرب عواصف. في قلبه تضرب عواصف. عواصف الحب والحنين والمحبة والشياق يعني هو لن يتاح له البال والضمر حتى يأتي ويعتدر ويطلب السمح يعني سبحان الله وصفة معجزة وكل مجربة لاحظة الفرق في مدة قصيرة يعني وتعطي نتجة في مدة قصيرة تم وتعود للسطر وتكتبين عواصف عواصف الحب والحنين لو تبعد عني دقائق تشتاق لشياق سنين عواصف الحب والحنين لو تبعد عني دقائق تشتاق لي الشياق سنين يعني جلبتي بعواصف الحب والحنين لو يبعد عنك دقائق فقط دقائق يشتاق لك يشتاق لك كأنه الشياق سنين ثم تعود للسطر وتكتبين تكون أنت حبيبي وأنت قرة العين ثم تكون أنت حبيبي وأنت قرة يعني يعني يكون هو حبيبك وهو قرة العين ثم تقوم الجدول هكذا مقسم إلى عشرة خانات جدول مثل هكذا مقسم إلى عشرة خانات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هكذا اثنان ثلاثة هكذا هكذا مقسم إلى عشرة خانات هكذا مقسم إلى عشرة خانات ثم تقسم من الوسط هكذا هكذا وتكتبين هنا رقمك رقمك على سبيل المثال رقمك هو على سبيل المثال ثم تكتبين هنا رقمه هو على سبيل المثال رقمه هو سفر تمانية خمسة وتلاثون تسعة عشر تمانون ستة عشر هكذا على سبيل المثال هذا هو رقمك ثم تكتبين هنا اشتياق الهاتف اشتياق الهاتف ثم تكتب هنا ربط الهاتف ثم تكتب هنا حنين الهاتف ثم تكتب هنا جلب الهاتف هكذا على هذا الشق يعني تكون الجدول مقسم هكذا إلى عشرة خانات وهنا تكتب رقمك وهنا رقمي ثم تأخذ الحنة الحنة المخلوطة وتقومين بطلق الطلس общем بالكامل هذا الطلس تقوم بطلقه بالكامل هكذا 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 وتقومين طلقه وتغطية الكتابة بالكامل هكذا وهكذا هكذا تقوم بتغطية الكسابة بالكامل. يعني التلسم بالكامل. بالنسبة لهذا التلسم احسن ايام القيم به هو يوم الاحد والاثنين والثلاثة. يعني اي يوم من هذه الايام. ولكن هذه احسن ايام القيم به. سواء قمت بيوم الاحد سواء يوم اثنين او يوم ثلاثة. المهم يوم من هذه الايام. سواء الاحد او اثنين او الثلاثة. بالنسبة لتوقيت في اي توقيت قمت بي. يعني في الصباح في المساء في اي توقيت. يعني في اي قمت. المهم يكون احد او اثنين او ثلاثة. يعني هكذا تقومين بتغطية التلسم بالكامل. تغطية التلسم بالكامل. هكذا. هكذا تقومين بتغطية التلسم بالكامل. هكذا. هكذا. ثم تتركيه مدة اكتر من اربعين دقيقة. اكتر من اربعين دقيقة. يعني حتى يجف. المهم اكتر من اربعين دقيقة تتركي على هذا الشكل. المهم قلنا حتى يجف. يعني اكتر من اربعين دقيقة. وبعد انتم واربعين دقيقة تقمين بطيء التلسم هكذا. طيء التلسم هكذا. طيء التلسم هكذا. هكذا على هذا الشكل. هكذا. هكذا تقمين بطيء التلسم هكذا. هكذا. تقمين بطيء التلسم بالكامل. طيء التلسم بالكامل. هكذا على هذا الشكل. هكذا. ثم تأخذين الفحم. تأخذين الفحم. وتشعلين النار في الفحم جيدا. تشعلين النار في الفحم جيدا حتى يلتهي بالفحم. وتترك ان هذا الطلسم يحترق. وكلما احترق هذا الطلسم كلما احترق قلبه بالشوق والحنين والمودة والشياق ولن يرتاح له البال والضمر حتى يأتي ويعتذر ويطلب السماح. يعني سبحان الله بعد ان يحترق هذا الطلسم يحترق قلبه بالحب والحنين والشياق ولن يرتاح له البال حتى يأتي ويتصل ويعتذر وتعود المياه المجالي. يعني سبحان الله وصفه معجزة وكل من جربة لاحظة الفرق ولاحظة النتيجة في مدة قصير يعني وبعدها يعني ان تقوم بحرق هذا التلسم يعني تأخذين هذا الفحم وبقايا هذا بقايا الرماد يعني بقايا هذا التلسم والفحم تقوم برميه في مكان نظيف حديقة غابة رمال المهم اي مكان نظيف اي مكان لا ترميه في مكان به نجاسة المهم يعني رميه في مكان نظيف حديقة غابة رمال تربة وتقوم يعني وقلنا تقوم برميه وبعدها ان تقوم بحرق هذا التوصم ورمي سبحان الله يعني يتصل يأتي يعتدر يطلب سماع وتعلمي المجرورة وكانوا بينكم فرق سنين واعوام. يعني سبحان الله وصفة معجزة وكل من جربت لاحظة الفرق والناديجة بمدة قصيرة. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي الى فيديو قادم ان شاء الله كالعادة من يورد ان يتواصل معي ويورد عمل خاص يترك لي رسالة في الواتساب الذي هو هذا الذي تنظر له. تحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.